نروح سريعا للموجز وزمنتنا ليند عبداللطيف سواء الخير ليند شكرا مصطفى التسعب بتوقيت القهراء السابع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي قبل عام 2024 جاء ذلك خلالفتاحه للمشروع بمحور الضبع حيث أكد الرئيس السيسي أن تكلفة الزراع في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا واشدد الرئيس السيسي على أن تكلفة التي يتم إنفاقها في المشروعات التنموية تفوق بكثير ما يتوقعه الكثيرون وأوضح أن كل إجراء لم تنفذه الدولة خلال خمسين عاما سابقة تدفع ثمنه الآن لافتا إلى أن هناك حراكا كبيرا داخل الدولة كما وجه رئيس السيسي أيضا بتذليل كافة المعوقات التي تواجه المزارعين وخلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر الزراعي أشر رئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن تكلفة مشروعات حياة كريمة قد تصل إلى تريليون جنيها موضحا أن الدولة تقوم بتطوير الريف في قطاع الكهرباء والمياه والطرق ومشروعات أخرى وأضف رئيس السيسي أن زراعة الأراضي في الدلت القديمة تمت على مدار سنوات طويلة جدا مؤكدا أن الدولة الآن تنتهي من مشروع ضخم في أربع لخمس سنوات كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة مسؤولة عن السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام عقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عدة لقاءات وذلك في ختام مشاركته في قمة المدن الإفريقية بمدينة كيسومو الكينية والتقى شعراوي مع كل من مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزير اللامركزية الكيني ونائب المدير الأقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لأقليم جنوب القارة الإفريقية ورئيس رابطة المدن المحلية المغربية وخلال لقائه مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مايمون محمد شريف أشهد شعراوي بمستوى التعاون القائم وعمق العلاقات التي تربط بين الوزارة والبرنامج في عدد من الملفات المشتركة استبعد المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك قبول بلاده لوقف لإطلاق النار مع روسيا مشددا على أن كييف لن تقبل أي اتفاق مع موسكو يتضمن التخلي عن أراضيها وقال بودولياك في مقابلة مع رويترز بالمكتب الرئاسي أن تقديم تنازلات سيرتد بالسلب على أوكرانيا لأن روسيا ستضرب بقوة أكبر بعد أي توقف لقتال مشددا على أن موقف كييف في الأزمة أصبح أكثر صلابة قالت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع رصد المزيد من حالات الإصابة بجدر القردة وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنه تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدر القردة من 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس مضيفة أنها ستقدم مزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للدول حول كيفية الحد من انتشار الإصابات ويعد جدر القردة من الأمراض المعادية التي عدت ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب وسط إفريقيا قتل شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون جراء إعصار نادر ضرب شمالي ولاية ميشيجن الأمريكية وقالت هيئة الأصيب الجوية الوطنية أن مسار الإعصار الذي ضرب بلدة جيلورد امتد لأكثر من 27 كم في 20 دقيقة وتم تصنيف الإعصار على أنه من الفئة الثالثة على مقياس فوجيتا الذي يقيس شدة الأعصير حيث بلغت سرعة رياح 240 كم في الساعة ويعتبر الإعصار هو الأول الذي يصل إلى الفئة الثالثة في الولاية منذ عام 2012 نهاية مجزة التسانع والاستكمال الباقي فقراء صباح خير يا مصر بعد الفاصل